وانضم إلينا من القاهرة السيد محمد عباس ناجي الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بداية سيد محمد نساء الخير وإهلا بك ما دور مجلس التنسيق السعود المصري في دفع العلاقات بين البلدين نحو حقول أوسع في سبيل تعزيز التنسيق على مختلف الأصعدة أعتقد أنه يمارس دورا بارزا في أولا تعميك العلاقات المصرية السعودية خلال المرحلة القادمة خصوصا أنه يعكس مدى التفاهم المصري السعودي حول كسير من القضايا أنا في تصوري أن المجلس يلعب دورا مهما في تنسيق العلاقات الاقتصادية بين الطرفين توقيع الاتفاقات الاقتصادية أعتقد أن أكثر من 25 أو 26 انتفاقا سوف يتم توقيعهم خلال زيارة جلالة خادم الحرمين الشريفين إلى القاهرة أعتقد أن ذلك كان من خلال التنسيق بين مصر والسعودية في المجلس التنسيق الذي عقد حوالي خمس اجتماعات كان أخيرا في مارس الماضي وبالتالي ما سيتم توقيعه اليوم من اتفاقات بين الجانبين هو تتويج للاقتماعات الماضية بين المسؤولين المصريين والسعوديين في المجلس التنسيق بين الطرفين سيد محمد ملفات متعددة على طاولة زيارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة فيما يخص آلية توحيد الصفوف لمواجهة الأخطار في المنطقة أعتقد أن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى القاهرة هي زيارة تكتسب أهمية خاصة وزخمة خاصة لاعتبارات كثيرة أولا أنها تأتي في سياق أو في وقت تتزامن مع تصاعد حدة التحديات والتهديدات التي تواجه الدول العربية وفي القلب منها المملكة العربية السعودية هناك تحديات من جانب تنظيمات الإرهابية تحديات من جانب استمرار بعض الأزمات الإقليمية في المنطقة تحديات من جانب كوى إقليمية مثل إيران تحاول التدخل في الشؤون الداخلية والتأسير سلبا على حالات الاستقرار في كثير من دول المنطقة وبالتالي في تصوري أن الزيارة في الوقت الحالي توجه رسالة مهمة جدا هي أن هناك نوع من التنصيق عالي المستوى بين السعودية ومصر ونوع من التفاهم الكبير والملحوظ حوالي الملفات الإقليمية المختلفة وهناك تصميم سعودي مصري على مواجهة هذه التحديات بشكل مشترك خصوصا على الصعيد الأمني وعلى الصعيد السياسي وأيضا على الصعيد الاقتصادي في تصوري أيضا أن الزيارة واهتمام المسؤولين من الطرفين بهذه الزيارة أعتقد أنه يوجه رسالة إلى بعض الاتجاهات التي تحدثت أو أشارت إلى نوع من التباين في المواقف بين مصر والسعودية وإن كنت أعتقد أن هذه الزيارة أثبتت أن هناك تفاهم وهناك تنصيق بين السعودية وبين مصر حول الملفات الإقليمية المختلفة نعم من القاهرة سيد محمد عباس ناجي الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر